وعصاباتهم اللي ضربت اه المتظاهرين في الاعتصام العديد اه واللي اعتصاماته قدام مدينة الانتاج هنا واعتصاماته قدام دار القضاء قدام الاتحادية ونشوف بعد كده ترويع اللي كان حاصل قدام مدينة الانتاج الاعلامي طبعا ترويع جامد جدا فده كله الشكل اللي هو مقدمات لما لو فشل تلاتين يونه وكنا نشوف عجل امتدادات دي امتدادات وخلاص ده هو رتب قوائم الاعلامين اللي يتم القبض عليها هيبدأ عاملية احتكارية يقبض عن الناس بعد كده هيصنف الناس حاطة طبعا تصنيف الناس زي ما انا كتبت في المقال ده علماني ده مش عارف مرتدي ده ديمقراط ده مش عارف ايه وخلاص هنحكم وباسم الاسلام وباسم الدين بنحكم عن الناس بالردة بنحطوهم في السجون بنقيم عليهم الحد مع هياج بقى جماهيري بتاع جمهورهم وناسهم طبعا وده فلان ده مش عارف ايه ونبدأ بقى نحاكم الناس في محاكمات سورية ونقدم الناس ونفترق نفرد بالسلطة وهنا السلطة تكون احتكارية هو كانوا بيقولوا سعيه احنا عادين وعصامنا عادين قلها 500 سنة فهو ناوي يعمل ده وهو متحالف جدا مع الامريكا وشايف ان هم مدينه اشارات انت امسك البلد هم كانوا عاوزينه وزي ما البشير حكم 30 سنة يعقبه يعني ايه اهلم البشير في ايه طبعا يعمل قياس للبشير وقياس للاخوان في مصر هو نفس كوبي بيست هتلاقي ان البشير ما هو مشروعه الاقتصادي ماذا ترك السودان حال السودان دلوقتي هل طريقين مثلا مسافلاتين اخترامي هل نفي الخرطوم بنية اساسية منهارة ووضع مالي منهار بلد نفسها حروب اهلية ان انفصال جنوب السودان طبعا نتيج الاخوان يعني 30 ا 40 سنة بتوحكم طب انت عملتين ما فيش ما فيش في كل مشاري الاسلاميين في كل حتة افغانستان ما فيه مرهمش اصلا مشروع واضح حقيقي مشروع لرعاية الرعية لرعاية الشعب هو عنده مشروع هوية مشروع رفع الشعارات الشعارات الهوية الخلافة والشريعة بيسوق بها الناس والجماهير ومفيش مشروع حقيقي هو ده كان اللي هيحصل تماما هيحصل في مصر